السوريون في مقدمة الجالية العربية والأجانب بشكل عام بيشكلوا 40% من سكان فينا وعندنا خبر برضو في نفس السياق أكثر من خمس السكان في النمسا ولدوا في الخارج طبعا بالنسبة لأن 40% من سكان فينا يعتبروا من الأجانب وعلى قائمة هذه المجموعة هم السوريون وقلنا برضو أن في النمسا خمس السكان في النمسا ولدوا في الخارج ده طبعا الموضوع متعلق سوريين وعرائيين وألمان بشكل عام وإن كان مجموعة الألمان في تزايد مستمر عام عن عام وبيكونوا مقامين هنا في النمسا وبيدرسوا في النمسا وعايشين في النمسا ولكن ولدوا في ألمانيا أو أماكن أخرى يعني يا سيدي الكريم هذا رد واضح وصريح على أنه فعليا نحن في الإجمال 2 مليون المهاجرين يعني صراحة أصبحوا الجزء الأصيل من تشكيلة وتكوينة الجغرافية النمساوية يعني صراحة هذا الكلام لا يستطيع لا يمين ولا يسار ولا أحمر ولا أزرع ولا أي أحد أن يلغيه ولا مبعوث خاص لأوروبا لسوريا ولا أي شيء يعني اليوم اليوم اللاجئين هم فعليا هم فعليا ما يكونوا السياسة الأوروبية السياسة النمساوية هم فعليا يشكلوا الجزء الوفير من هذه التشكيلة السكانية كما قلناها سابقا خلال 5 إلى 10 سنوات سيكون هناك سياسيين ولا سياسيون سياسيون سوريون والمهاجرون موجودين في مناصب محترمة مرموقة في النمسا وغيرها وخلال 15 إلى 20 عام أعتقد سيكون هناك وزير ما رئيس ما مستشار ما أحزاب تمثل هذه الفئات المهاجرة لأن المهاجرون ونسبتهم في صعود والمواطنون الأصليون ونسبتهم في هبوط فبالتالي فبالتالي سيد التشكيلة الديمغرافية تتغير كليا هذا هذا ما يعمل ويحاول الحزاب اليمينية هربت كيكل وأشكاله على أن فعليا يقارب المحافظة القومية ولكن هم فعليا يتراجعوا يعني بدون مهاجرين هم فليا عم بيقلوا يعني اليوم شيل 2 مليون من أصل 10 أصل 8 وشيل النمساويين الأصليين أو النمساويين عفوا المهاجرين اللي تجنسوا ماذا الأربعة مليون يا سيد الكريم من اللي اسمه نمساوي أصلي اليوم هربت كيكل نفسه هو ماله أصلي ماله أصلي إذا بتبحث عن جذورك يا تشيكي يا هنجار يا ما بعرف شو يا كده كده يعني صراحة اللي هن فعليا النمساويين هي فعليا عندك النمسا السفلة العليا ونت نازل لتحد الشتايمارك وصول لفور البيرك هدول الأصليين اللي بدنا نقول الأصليين يعني الحالة الجينية طبعا هدولنا فعليا أمل بكتير اليوم موجودين ضمن الحالة النمساوية طبعا في فيين يمكن الموضوع ده أوضح أكتر من أي مقاطعة أخرى